التعب صراحة الإعلام متعب والخروج على اللايف يومياً فعلاً متعب وخصوصاً لما تأتي من الراديو يعني المهم فألتقي بكثير من الناس كان آخر اللقاء مع أحد الإخوة يقول شيخ أنا عندي انتقاد أو يعني نقد على برنامج بالرحيق الإيمان قلت له عادي متعود بس تفضل قال انت دوم تتكلم عن المرأة ما تتكلم عن الرجل دوم انت بصف المرأة ولست بصف الرجل قلت لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أكرمهن إلا كريم وما آهانهن إلا لئيم فأنا بصف المرأة حتى أدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أني كريم فقال لا انت لما تتكلم عن المرأة تتكلم بحقوقها بواجب لكن ما تتكلمت عن حقوق الرجل قلت لا تكلمت بس انت ما تبعت برنامج برحيق الإيمان اليوم الحلقة وش رقم الحلقة اليوم 400 وإيه شباب مخرج مصور بروديوسر المهم نقول 420 ما علي يمكن ما يعرفون 428 شكرا شكرا 428 اليوم وكل يوم كنا نتكلم موضوع موضوع ونتحاشى التكرار فتصور عندك 428 موضوع أو 400 موضوع لابد مررنا حقوق الزوج لكن انت ما تتابع وهذا مشكلة من ينتقد برنامج ولا يتابعه من البداية يعني الآن شيخة لم تتكلم عن مسألة كذا زين تبعت الـ 400 حلقة 400 ساعة قبل زين اسكت بارك الله فنحن تكلمنا لكن سنذكر شوف قبل أن نتكلم عن حقوق الزوج لابد أن أتفق أنا وأنت أن معيار المرأة ليس كمعيار الرجل المرأة معيارها مشاعر عواطف أحاسيس علمت؟ المرأة تحب الكلمة الطيبة الرجل يمين للماديات أحيانا بمعنى يحب العقلانية يحب الأمور المادية لهذا ليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة تتزين لزوجها أمر المرأة أن تتزين لزوجها لكن أغلب النساء ربما لا تأمر زوجها أن يتزين إلا إذا طفح الكيل يقوله يا رجل ارحمني ارحمني أبو سئيدك مثلا إذا طفح الكيل هنا تقوله يا ممكن يعني بس دخيلك تزين شوية وهذا شيء مشروع النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يدخل للمنزل يخرج السواك ويستاك يستاك ثم يدخل المنزل طعم رائحة الفم طعم الريق فيستاك صلى الله عليه وسلم ابن عباس كان عنده ذنوب ماء باب بيته ابن عباس كان عنده ذنوب ماء دلوا ماء قبل ما يدخل البيت يأتي لذنوب الماء يضع الماء يخلي اللحيتة هكذا يضع ماء ويخلي اللحيتة يعني هكذا ويهندم شعره ويدخل فكان يقول أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين زوجتي لي لكن هذا فارق الرجال ليس كله من يتزين احنا ما نزين اليوم نطلع صح يا نعمان هاي ولا في البيت خلع على الله ها خلع على الله صراحة المرأة غير المرأة تحب تتزين لذاتيها ترضي غرورها الله شف من حكمته زرع بالمرأة بذرة غرور لكن هذه اللي صالح الرجل الله زرع في المرأة بذرة غرور تحاول أن ترضي غرورها ولو كانت منفردة يعني ما تشوف حيانا المرأة تجلس عند المرأة ما في حد ولا عزة ولا مناسب ولا تضع الميك أب لا منه وقبل ما ترقض عادي ليه أنا وتتزين وكذا ليه الله وضع فيها البذرة عشانك في المقابل المرأة من حقها تطلب هذا الأمر من زوجها فيجب أن نقف على معيار أن معيار المرأة يختلف عن معيار الرجل يعني إذا زوجتك اسمع نصيحة للرجال شباب مصورين كلكم إذا الزوجة قالت في يوم الأيام لزوجها تزين اعلم أن الكيلة قد يعني انتلأ طفح الكيلة والله ما تخرج من مرأة إلا مسكينة وصلت لحالة العناية المركزة معك مستحيل تقولك تزين إلا ذا يأست منك يأس مثلا تصور إلا ذا يأست منك في آخر إحصائية النساء ليت معي الإحصائية والله في السيارة ليت معي ألوان فيه أجرية إحصائية على نساء حوالي ألف إمرأة أو مئة إمرأة والله نسيت أخلب النساء أجمعاً على أنهم يكرهن أو لا يحبون بالزوج أمرين الأمر الأول النظافة شخصية هذا كل النساء أجمعوا أجمعوا طبعاً ما يصلح نتكلم على الإعلام والشي لكن فيه برنامج القول الفصل اتكلمت والمسألة الثانية هي ربما أمر تافه أنا أقولكم لكن برنامجي لم يأتي ليجامل أي إنسان برنامجي لم يأتي والله كقالب البرامج اللي اعتدنا عليها برنامجي جاء لينير العقول فنتكلم بشفافية سامحوني على هذه الشفافية واليوم الخميس بتضيع الشفافية هذه المهم أغلب النساء كانت تكره زوجها لما يأكل يخرج صوت تكره أغلب النساء إيش رأيكم والله العظيم هي يعني تجزي يأكل والمرأة طالعة هذا أغلب النساء إجمع تكره هذه الصفة أنت تضحك زين أنت تحب واحد يأكل عندك بهذه الصورة ها والله النعمان تحب حد يأكل تقول يا رجل أنت تتعذب ما تأكل أنت ها أنت تتعذب هي بصيبة هذه فتصور إجماع النساء شوه فاصل زين فاصل وأنا أبدو إليكم الرحيق العلم والإيمان السلام عليكم شوه نعمان ها وضع طبيعي ثم جاء المسألة الثالثة خلص ايه أبغي أركز الله يرضى لكم التجش يعرفون التجش إجماع النساء تكره التجش أثناء من الزوج يعني يجش هذا شيء من حقها ترى يعني تصور أنت تأكل مع زوجتك مثلا مثلا تأكل أنت مع الزوجة ونعم وتأكل وتجش وتمسك هذا وتطالع الأكل مثلا ما أنت أنت تتقزز صح أو لا بصراحة زين هي لا تتقزز بعد أو أنت ملاك طاهر ترى ولا تنازل من السماء يعني الذي تكرهه عين الأنثى تكرهه عين الرجل سيان نبي صلى الله عليه وسلم جاء يدفن رجل فكان صلى الله عليه وسلم يضع اللبنات يعني مثلا هذه اللبناة وهذه اللبن يضعون هكذا عند القبر فجاءت هكذا فقال صلى الله عليه وسلم قال سدها سدها قال يا رسول الله تؤذي الميت يعني شف دفن يعني وش ينفع الميت قال تؤذي الميت قال عليه الصلاة والسلام لا لكنها تؤذي العين ها لا ما تؤذي الميت لكنها تؤذي العين مثل أنت تأكل روب وتحصل شعرة ما تؤذي الروب بس تؤذي العين كذلك الذي الذي يكرهه أو تكرهه عين المرأة كذلك تكرهه عين الرجل فأنت لازم أن تضع بنفسك هل هذا تحبه زوجتي هل هذا أحبه على زوجتي فإن أحباب تأوية تحبه أما تأتي أنت تدخل يعني هذه مصيبة الحياة مشاركة وليست استعباد للأسف بعض المشايخ وبعض الناس يريدون المرأة تجري مجرى العبودية حتى مع الزوج ترى أنا أجر لأنني تزوجت كما قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعه بي حرام وهي تؤجر أنا تزوجت وعننا عيال فهي مشاركة هي ليست أمة إنما هي مشاركة مبيني وبينها وإلا لما شرع الإسلام لها حق الطلاق وحق الخلع وحق النفقة وحق المسكن والملبس والمأكل إلى آخره ترجمة نانسي قنقر